السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عامليني ان شاء الله تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر ننقل الاغاني او الملفات من الموبايل للكرت الممري بكل سهولة اول حاجة هنعملها هندخل على مدير الملفات او ملفاتي على حسب ما يكون اسمه ايه على الموبايل بتاعك اللي هو ده ملفاتي او مدير الملفات هتدوس عليه بالشكل ده هيفتح معاك الوجهة دي اللي فيها مساحة تخزين الجهاز ويه بتوقيت السي دي اللي هي بتوقيت الزاكرة او الكرت الممري هندخل على الملفات على طول من هنا زي مسهن الصوتي هندوس عليها بالشكل ده هيجيب لنا كل الصوتيات اللي موجودة على الموبايل بتاعنا وليكن مسلا احنا عايزين نحدد بعض الاغاني من دول هنفضل ضايسين بالشكل ده ونبدأ نحدد واحدة ورا واحدة ورا واحدة وبعد ما نخلص الاغاني اللي احنا عايزين نحددها هنيجي هنا على التلات نقاط بتوع المزيد دول نخ Istugg ونختار ناسخ إلى ما نختارش كلمة ناكل لان احنا لو دوسنا ناكل فاحنا كده لو نقلناهم على الكرت الممري مش هيكونوا موجودين على الموبايل بتاعنا تاني انما لما نعمل ناسخ إلى هيكونوا موجودين على الكرت وهيكونوا موجودين على الموبايل فهو ده اللي احنا عايزينه هندوس على ناسخ إلى وبعدين من هنا هنحدد بطاقة اس دي وبعدين حاجة مهمة جدا برضو هنختار من هنا ملف ميوزيك عشان خاطر الاول كارت المهمني ده هنركبه على اي سماعة خارجية السماعة تقدر تتعرف ان الاغاني دي او الملفات الصوتية دي موجودة على ملف ميوزيك وتقدر تشتغل عادي هندور عليه اهو ملف ميوزيك هندوس عليه وبعدين نختار كلمة لاص كونا هندوس عليها كده احنا خلاص نقلنا الاغاني اللي احنا حددناها للكارت المومري نفس نظام الفيديوهات برضو لو عايزين ننقل الفيديوهات من الموبايل للكارت المومري هنختار من هنا مقاطع الفيديو هندوس عليها بالشكل ده هجيب لنا كل الفيديوهات اللي موجودة على الموبايل بتاعنا نبدأ نحددها ونحطها على الكارت المومري بنفس الطريقة وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة وشوفوا الشكم على خير إن شاء الله بفيديو جديد مع السلام